دكتورة السؤال التاريخي اللي دائم بسأله فيه أكل يقلل المناعة وفيه أكل يزود المناعة؟ تمام طبعا هو زي ما حدت لك ذكرت كده المشكلة أن الأكل بتاعنا أكتره في حياتنا الطبيعية دلوقتي بقى بيقلل المناعة وهو ده اللي خلى أمراض كتيرة قوي تظهر عمرنا ما كنا بنسمع عنها ده مثبت خلاص فيه أكل بيقلل المناعة؟ ده مثبت جدا جدا بيطلع مواد من الكيمويات دي اسمها سايتوكاينز فالجهاز المناعة اللي هو بيحرصنا وبيحمينا ده بقى منهج في الدفاع عن الحاجات اللي جات له الأكل دي فيبقى أكثر عرضة أنه يجي له أمراض من أول البرد لغاية الكانسر فهو ده لأنه منهج في أنواع الأكل الغلط اللي أكله ليه الأكل الغلط؟ أكل الغلط أول حاجة السكر الأبيض وبدائله السكر بيقلل المناعة؟ ده أكتر حاجة بتقلل المناعة أكتر نمر واحد نمر واحد والزيوت المهدرجة الزيوت المهدرجة دي اللي هي مش الزيوت الطبيعية اللي هي بيحط عليها هيدروجين أتم فتبقى مجمع موجودة بقى في كل الأكل كل الباكت فود كل حاجة معبقة كل صاص كل المقليات محمرات دي محمرات بالضبط كده أي حاجة مصنعة يعني أنا النهاردة مثلاً كلت سكر كتير بكرة مناعة تقل؟ لأن الجهاز المناعة بتاعنا بقى منهج في بعض المواد اللي طلعت علشان تقاوم الإنفلاميشن الأكل اللي دايت تتقسم إنفلاماتري أو مثير للالتهاب وأنتي إنفلاماتري وحلو وجميل أياً كان بقى اسم الدايت اللي هنسميه لكن في الآخر لا يعني في الآخر الأكل الأنتي إنفلاماتري هو الأكل الصحي ونحن نتكلم عليه والأكل الإنفلاماتري طيب قلنا أول حاجة السكر ثانياً الزيوت الزيوت المهدرجة ثالثاً ثالثاً دقيق الأبيض وكل المعجنات بتاعته دا كل الحاجات الحلوة يعني آه ما هي دي المشكلة يكون الأكل الكويس بيقل المناعة عشان كده ظهرت الأمراض دي لأن كل دي الله بيدي يعني اللي هي الفجتهات والكيك والعيش بتقلل المناعة جداً بيقل المناعة جداً خصوصاً إن دا بقى بيبقى معاه كمان زيوت مهدرجة يعني مارجرين اللي معمول بيه لا ما هو بيبقى دقيق وزيوت مهدرجة وسكر ثلاثة دايماً مع بعض بالضبط كده إخواتي أنا دول أكتر حاجة بتقلل المناعة غير إنها بتثبت بالسمنة السمنة برضو هي من أكتر حاجة بقى مثبت بأنواع كتيرة قوي من السرطانات مرتبطة والأمراض مرتبطة بالسمنة ده مثبت خلاص قراد وإيه تاني غير دول سكر دقيق دقيق الزيوت مهدرجة في بعض الزيوت الأخرى كمان بدائل السكر كل المواد الحفظة يعني ما تيجي حياتك تقرأ أي حاجة عايزين يعرف دي أكل صحي ولا لأ كل مكان مكتوب عليه حاجات إحنا المكونات بتاعته مش عارفين نقراها ومصنع كل مكان ده موجود في حاجات الجسم مش هيعرف يتعامل معها ويقعد مركز كل جهاز المناعة بتاعنا يركز يشوف إيه اللي جدان ده اللي بأكلنا يعني اللي هو المواد الحفظة مكسبات الطعم كل الحاجات دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر